بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخسبان والنجد والشدو يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا أخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكرة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كنف حار وخلق الجال من ماله من نار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منه من نور والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الجوال من نور شئات في البحر كالأعمام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها تكذبان ويبقى وله ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شئ فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنخرج لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاسوا فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على خرش بطاء ما من استبران وجنى الجنتين هدان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا حود والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان نظافتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما فاتهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هم قصورة في الخيام فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر